بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بصحة وسلام يا رب واليوم إن شاء الله وحد جوج وصفات أيضا رائعين وندان غولي بالقرعة الخضراء والسبانخ والجبن كي يجي هائل جدا أنا متأكدا لي ما كيأكلش القرعة الخضراء غد يأكلها بدون منازح وغد نحضروا سلطة مشكلة يعني بالقرس والخضر بالموجود في البيت قد نحضروا سلطة رائعة مغدية وديان هاد الوقت يعني يجوج أطباق بدون لحوم تيجي ورائعين الديد ما شهيدكم فيهم خفاف يعني دراف كمال عادة نتمنىكم تجربوهم إن شاء الله ونالوا استحسانكم وريضاكم أول حاجة قد نبدأ بها هي الأرز سلطة الأرز احنا عندي كأس دي الأرز قريبا نغنقول 1-180 جرام دي الروز غسلتهم طبع تحال مزيان كنوضعوه في كاسخول وبالنفس الكأس أنا عبر جوج كؤوس ونسف ونسف دي الماء مع نص معيل قد يلقى دي الملح ونضعهم على نارها متوسطة ونغطع لهم ونخليهم حتى كيتشكلو دكتو قبالي ما زال خاصه نزيد واحد شوية دي الماء وهذا اللي أنا غنوضفه للسلطة أغسلته ماء بارد باش نوقف له الطهي بعد ماء طاب وخليته كيتسقطار ثاني وصفة غدي ندوز نحضره هي هاد الرولي دي القرعة الخضرة احتاجي 3-3 القرعات وحد نصربطة دي السبانح وحبة دي البصل بصلة وحدة غدي نحكي البصلة في ديك الجهة الغليضة هنحكي ديك البصلة ثلاثة الحبة دي الكوسة أو للقرعة الأخضر وإلا بغيت يدلوها كاملة بالقرعة الخضرة ممكن وإلا بغيت يدلوها يعني بسبانخ ممكن ولكن المزيج بيناتهم جرائع جدا يعني جات واحد الغولة الديد 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 حكيت ديك ثلاثة القرعات مع ديك البصلة ونحكوهم هكا بشكل هكا غليض يكون شوية بش يجي يباين وفي مقلات غدي نوضع فيها تقريبا وحد خمسات المعالقة ديال زيت زيتون وغدي نشحرفة ديك البصلة مع ديك القرعة حتى تدبال حتى تنزل مغنطيبوها شقاع فقط ناس فطهي يعني حتى تنزل لنا ديك هدا من الاحسنها يعني بها الطريقة حسن انكم ديروها خضرة يعني من الاحسن هاد شحيرة ديالها كنت لدد لها دي الغولي وكيجي بها غزال اضفتليها الراس المعالقة ديال البودرة التوم ممكن ديرو فصل كبير ديال التوم عادي جدا وانا مبعد ما نزلتلي كنبدأ ناخد شوية مديك السبانخ مبعد ما غسلتها وقطعتها كنقطعها يعني عشوائيا كتنزل كمية ونعاود نضيف كمية حتى كمل تقريبا عندي نص ربطة ديال السبانخ وزيت واحد شوية ديال زيت زيتون زيادة كيف شفته سافي مبعد ما نزلتلي ديك السبانخ واحتهي مغنفوتوش لها الطياب يعني غرادنا انها تبقى خضرة يعني بقى محافظة على دك اللون الأخضر ديالها درس الراس المعالقة ديال الملح الراس المعالقة غير راس المعالقة ديال سكنجبيل راس المعالقة البزار راس المعالقة الكمون يعني من كتنوش دوابل كيف كتعرفوه السبانخ اصلا فيها الاملاح يعني باش متش متناش سافي وها هي دواج دين سبحان الله شوفوا يعني كيفاش كان الشكل ديالهم وكيفاش مليحولتهم من جهة الاخرى كيفاش اللون كيتغير مع الاضاءة يعني كيتغير اللون ضفتليهم هنا اربع حبات ديال البيض متوسطين ضفتليهم هنا قش داتارية تقريبا واحد لسات المعالقة ديال قش داتارية خاصة بالطهي معالقة صغيرة ديال راس المعالقة ديال اللي بزار وهنا عندي واحد اربعات المعالق ديال جبن مبشور ايدام من الاحسن جبن احمر من الاحسن ومعالقة ونص اولا جوج معالق ديال ربيع يعني مع دونس والقزبارة ومعالقة صغيرة ديال خاملة الحلويات وجوج معالقة يكونوا عامرين بومبي ديال دقيق ابيض ممكن تخدموا البيض يعني مع داك الدقيق ومع هدا كل ما تخدم كل ما كيجي القوام سوفلي يعني كيجي بحال بونش كيجي سوفلي داك الرولو ديالكم اولا مزجوهم بحال مهكو حالو يعني دخلوا فيهم نسبة ديال الهواء وخدموا الكل جيدا يعني باش كيعطي داك القوام سوفلي اضافة الرشاة تنسبها و اضافة المدق و اختي ثلاثة للفرن و نفرش لها ورق سيل في غيزة و نسكبع لها المزيج كنحاول نبسطه على دك الورق ديال الطهي و غادي ندخل الفرن ساخن على درجة حرارة ميتين درجان نار من الاسفل و من الاعلى تقريبا تقريبا واحد خمسة و عشرين دقيقة يعني حاولوا راقبوا لها الطهي ديالها ما بين عشرين خمسة و عشرين دقيقة و من الاحسن يعني راقبوا الطهي ديالها كتحسوا بانها شبرات فراسها بانها سافية يعني ممكن تدروها بكيوخ دون تلقاوها طابت انا لانا الجهة اللي تحتانية تحمرت بزايد معايا فغادي نخليها ديك اللي غا نخليها الوسط و هات الجهة هي اللي غا نخليها يعني التوجيه فقلبت الملفوف او لالبقي ملفينة يعني قلبت القرعة ديالي بهات الشكل و غادي نضع لها كحشوا في الوسط هنا عندي جبن جبن يعني من اي نوع يكون جبن بالاعشاب او لا جبن بالتوم او لا جبن عادي جبلي وتديرو معا شوية ديال الزعتار و معلقة كبيرة ديال المعدنوس وتوضعوه كحشوا الجبن تي اعطاهو حد المدق رائع جدا ولي ما بغاتش ديال الجبن و بغات ديال كفتة بالبصلام الشحراء و هادا ممكن ايضا وهي بالجبن يعني كي اعطاهو حد المدق غزال يعني الجبن كيف كتعرفوه مع السبانيخ و مع القرعارة كي يجي غزال انا هنا ما كنت سنيت عليها حتى بردات شوية بدت تكتسيح ولكن هي رغل غتبرد غادي تجمعوه غادي تقبط فراسة كنوزع ديك الكمية ديال الجبن يعني ديك العلبة الصغيرة هادي كفاتني و غادي نلفها بهذا الشكل على بعضياتها باش نشكل ملفوف ديالي و نردها في شي منديل يعني باش ما تعرقش باش يتشرب لي هادا العرق او لف داك الورقة اللي كانت فيه و نخليها جانبا حتى تبرد تماما و شفتم لي بردات كيفاش الجبن كيبان عادي كيبان فيها غزال بعد ما قطعتها و زينت لها الجوانب تماطم يعني الكارزي هادا و الشكل ديالها و صدقوني ما دقاك يجي هائل و رائع جدا هادي ندوز والسلطة كيف قلت الارز بعد ما طاب غسلته بالماء باش نوقف ليه ما بارد من الروبيني باش نوقف ليه الطهي و خليته تتقطر على خطر خاطره هاداك الكأس ديالارز و ضعت معها علبة ديالتونة هنا عندي فلاف الالوان عندي صفراء وليمونية في الفلاف الفلا قطعتهم وممكن في الفلاح حمراء اللي متوفر عندكم غادي نمزج هاد المكونات و غادي نحضر سلسة و غادي نحضر سلسة هادي بديل ديال مايوناز يعني كتجيب سلطة خفيفة تاخدوا علبة ديال بيرلي او لاجوب انتاري بدون بدون سكر و ضفت لي لديك العلبة الصغيرة ضفت ليها نصف معلقة ديال الخردل اولى المطار دل رسل معلقة ديال بزار قياسكم ديال الملح تقريبا و حجوج معلقة كبار ديال الخل وتقريبا معلقة كبيرة ديال زيت زيتون و نخدمهم جيدا هادي بالنسبة الناس اللي ما كيبغيوش يوضفو المايونات هادي رها كتجي البديل ديالها و كيجي مدقة غزال و كتجي في السلطة رائعة جدا تقريبا هادي كل العلبة كفاتني لهاد الكمية ديال الارز يعني استخدمتها بالكامل لان اصلا انا غادي نحساجها غير الارز كتجمعو و كتعطيه واحد المدق غزال غادي ناخد ايضا خليتا بعد ما قديت الارز خليتو جانبا حتى كي ينسى اجمدوك العناصر و اخديت هنا واحد جوجبار باتها قمت وسطين حكيتهم بشرطهم بهذا الشكل و غادي ناخد كسلصة الفينيك غات ايضا معلقة كبيرة ديال الخل معلقة كبيرة ديالزيت رشة ديالفلفل الاسود اولى اللي بسار و القياس ديالملح و غادي نخدم صلصة بهذا الشكل ممكن تضيفو لاتها شوية ديال العسل يعني كي يجي كي تواتى مع الباربة كي يجي معها غزال واحد معلقة صغيرة ديال العسل هاته السلصة كتجي مع الخال و مع داك الزويتة وهذا كتجي في الباربة كتجي معها غزالة كنوضعها جانبا و ايضا غادي ناخد حبة ديالجزر و غادي نبشرها بنفس الطريقة جزر اسكن شوية كبيرة حاولوا ان تبشروها يعني بشي ما بشارة هاديرا خديتها غير خيصا ايما يمكن لما نكذب خمسة دراهام على مقادن و استقاط يعني شكل هكا تعطيش شكل زوين مليك التحك نفس صلصة الفينيك غات خل و زيت ملح و بزار خلطهم ايضا و هما باشتبلت الجزر ديالي خديت هنا ايضا خيارة قطعتها مع شوية ديالخص و نفس صلصة الفينيك غات الحاجة او للخطأ اللي درت انني ما صفيتهمش مل احسن صفيتهم يعني انا هادا خطأ ارتكبتوا ما بغتكمش تديروه انا فقط يعني عصرت هكا ولكن غير كافي مل احسن كلها حاجة تديروها في باسواخ و خليوها كيف كتعرفوا المالح و هادا كيخلي الخضر كتطلق السوائل فيها خليو هادوك السوائل حتى كيدوزو و راه كاتجي لدي ذا يعني رامات كتبقى يعني هادا زوينة انا غير جيت و دعتها في القالب شوية يعني كيف كتعرفوا الباربة شوية كتلون اه هادا ديالها حتى الجزر نفس الشكل يعني هادا ثلاثة بديت كلها و حد ديروها في باسواخ و خليوها تسقطر خاصة ملي تكونوا باغين معتامدين هالضيافة كيف كتعرفوا الضياف كيف كتعرفوا يعنيش حاجة تكون بيرفكت وتكون ناضية كيف كان قولو يعني ما تطحوش في هاد الخطأ انا هادا ديرها فقط لي انا هادا فطوري انا و بنتي ماشي اش كان ولكن الى كنتوا غتعتامدوا هالضيافة كونو ناضية بعد ما وضعت الطبقات بثلاثة و ازدت انا شوية ديالخص على هادك طبقة بشوية وفيتها و طبقة الاخيرة هي الطبقة ديال سلطة ديالارث و تعتامدوا اي مول انا بعد المرأس ركن دير اغير فبواطة ديال بلاستيك دوك اللي على شكل مستطيل والله القاسمي لك يجي شكل هزوين حسن قعمل هاد المول فجأة انا درسها سفي كان ضغط باش كتاخذ لي الشكل ديال القالب او للمول اللي انا وضعه فيه و غدينقلب هالتبصيل غير احنا مرة مرة يعني كان بغيره نوعه و كل مرة كتبغيرت حتى يشكل وهذا واخيرة كتكون نفس سلطة باش كتسمي بانك يبدلت كل مرة كتبغي تحطيها في مول او لفقالب مغاية العين كتحتار كيف كان قولوه كان بغير دائما نقادده العين كتاكل قبل من البطن كان بغير دائما نقادده الشكل وهذا باش كان تحطي ذك شي اللي عندك وكتحطيه بشكل جميل وهذا وتناولي تزيين حسب كل اخت انا شي شوية باش نخرج الانوان وضعت فيها هكا شوية ديال الدورة وضعت فيها واحد الحبة ديال البيض مسلوقة ومحكوكها هكا في الجوانب وهذه هي الصلطة ديالنا صلطة خفيفة وصدقوني كجلدي دا ورائعة جدا فقط الخطأ اللي قلت لكم ترتاكب انتما ما ترتاكبوش وخلاص هاد الملفوف راه كي يجي رائع بامتياز هادا تعتمدو حتى الضيفة بتحمرت لوجه كي يجي غزان وهذه هي حلقتنا دياليوم نتمنى تكونوا استفتوا منها اخذتوا منها افكار شكرا للمتابعة وانتظروا في الحلقات المقبلة بإذن الله